من جنوب لبنان ينضم إلينا الآن زميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية تحية لك أحمد في حصاد يوم أمس ما الذي يمكن أن نرصده وأنت معك الآن عبر الهاتف يبدو أن البيانات تأتيك بأخبار عاجلة تتابع من خلالها أهم وآخر التطورات ما الذي يحدث الآن عندك في هذه النقطة نعم تحياتي لك في البداية ربما التطور اللافت في هذه الأثناء هو بلدة شاقرة التي تقع في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني استعرضت هذه البلدة إلى سلسلة من القزائف المدفعية المتواصلة والتي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة ربما أكثر من عشر قزائف مدفعية استهدفت هذه البلدة خلال الساعة الماضية أيضا هناك تحليق واضح لمسيرات إسرائيلية في الأجواء اللبنانية في الجنوب اللبناني وذلك بعد يوم طويل من العمليات المتبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بدأت العمليات بربما عمليات نوعية لحزب الله من القطاع الغربي للجنوب اللبناني بإطلاق سرب من المسيرات الهجومية نحو قاعدة عسكرية مهمة بين منطقة نهاريا وعكة هذه المنطقة لم تستهدف سوى مرة واحدة في شهر إبريل الماضي هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها هذه القاعدة العسكرية ولكن استهدف هذه القاعدة ربما يتطلب إجراءات خاصة وهي التحايل على منظومة القبة الحديدية ومنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي لتصل هذه المسيرات إلى عمق يتجاوز الخمسة عشر كيلو مترا من الحدود الجنوبية اللبنانية فبالتالي هذه من العمليات النوعية الكبرى التي نفذت من الجنوب اللبنية على مدار الساعات الماضية أيضا هذه أول العمليات وتولت العمليات حتى وصلت العملية التاسعة التي نفذها حزب الله والتي أطلق فيها عشرات السواريخ من طراز كاتيوشا على قاعدة كيلع العسكرية الإسرائيلية في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي وهذه هي أيضا عملية نوعية العمليات الثانية وحتى العملية الثامنة جميعها عمليات ربما هي من العمليات التي سبق وتم تنفذها على مدار الأشهر القليلة الماضية ربما باتت من العمليات التقليدية على الحدود الجنوبية اللبنانية مثل استهداف مستوطنة أو استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية على طول الحدود مثل أفيفيم وغيرها في رويسات العلم وبركاتريشا وغيرها من المواقع العسكرية حتى وإن كانت هناك عملية نوعية أيضا عبر إعداد كمين لمضرعة إسرائيلية واستهدافها وإصابة عدد من جنود جيش الاحتلال بين قتيل وجريح في المقابل نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة في القطاعات السلاس القطاع الأوسط والغربي والشرقي من الجنوب اللبناني هنا في القطاع الشرقي بلدة كفر كلا وحولة والخيام تعرضت هذه البلدات إلى قصف إسرائيلي وغارات إسرائيلية عنيفة بالإضافة أيضا إلى بلدة الوزاني هنا في القطاع الشرقي في القطاع الأوسط هناك عدد من البلدات التي تعرضت إلى غارات جوية إسرائيلية مثل مايس الجبل وعيد الشعب وغيرها أيضا من البلدات ولكن ربما العملية البارزة في القطاع الأوسط وقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف بلدة أو منزل في بلدة في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني أدى ذلك إلى سقوط ست شهداء دفعة واحدة في هذا القصف نعاهم حزب الله في وقت لاحق وبالتالي كانت هذه العملية ربما من العمليات التي استدعت ردا والتي كانت عملية استهداف قاعدة كيلع العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصاريخ من طراز كاتيوشا ردا على هذه العملية التي سقط فيها ست شهداء دفعة واحدة في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني كان اللافت أيضا هو قيام الطائرات الحربية والمقاتلات الإسرائيلية بخرق جدار الصوت بشكل غير مسبوك في بعض المناطق بالجنوب اللبناني وخصوصا في العاصمة اللبنانية بيروت تزامنا مع كلمة الأمين العام لحزب الله حيث أحدثت هذه الطائرات الحربية قرقا لجدار الصوت أحدث أصوات انفجارات كبرى هي انفجارات وهمية ولكنها أصرت قلقا كبيرا في الشارع اللبناني وخصوصا أن هذه الموجة ربما هي الأعنف في العاصمة بيروت وهذا الصوت هو الأقوى في العاصمة بيروت منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني فبالتالي كل هذه الأمور وهذه العمليات رفعت مستوى التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية بشكل كبير جدا رغم أن العمليات في حد ذاتها هي في المستوى المتوسط إسلام ينفذ حزب الله سوى تسعة عمليات وهو متوسط عدد العمليات على مدار الشهور الماضية وأيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما نفذ قرابة خمسة عشر اعتداء على البلدات الجنوبية اللبنانية وهو أيضا من الأرقام المتوسطة إذ وصل حزب الله في بعض الأيام إلى ثماني عشر عملية من الجنوب ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة ثلاثين اعتداء في يوم واحد فبالتالي مستوى العمليات متوسط ولكن مستوى التوتر ربما وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال الساعات الماضية من جنوب لبنان أحمد سنجاب شكرا جزيلا لك كل أمنيات السلام عليك ولفريق العمل شكرا أحمد